اشتركوا في القناة 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 واللي طموحي لها جدا كبير فواحد من الاهداف باذن الله انه في المستقبل تكون بلاير 1 من اهم المنصات الاعلامية في المنطقة اللي تقدم محتوى متنوى عن العاب الفيديو بالاضافة طبعا للاهداف المادية اللي لها دور في انها تحسن من القناة على المدى الطويل اما عن محتوى قناة بلاير 1 فحاب اجاوب على بعض الاسئلة حول هذا الموضوع مثل انه هل ناوي اغير المحتوى والاسلوب وهل انا راضي عن التفاعل فبخصوص المحتوى انا احاول اني انوع باكبر شكل ممكن يعني لو ترجع لاخر 10 فيديوهات من بلاير 1 فاي وقت فرح تلاقي انه بينها اخبار وتوب 10 وقصة وتغطية حدث او لعبة ومراجعة وغيرها وهذا الشي يهمني جدا لانه سواء ليه كصانع للمحتوى او للمتابعين فالتنوع يبعد الملل والرتابة وحتى اسلوب التقديم في كل فيديو فيعتمد على الموضوع والنوع فمثلا فيديو الاخبار ما يحتاج انه يكون فيه حماس ومبالغة الاهم انه يكون فيه المختصر والمفيد بعكس فيديو فيه قصة اللعبة مثلا فرح يحتاج اعداد مختلف وطريقة القات تكون مختلفة وفيها نوع من العاطفة اما بخصوص التفاعل فمثل ما ذكرت سعيد بكل مشاهدة وتعليق واعجاب وطبعا اطمح لاكثر واكثر اما جوابا على التساؤل اللي الاحظ انه بيتكرر من فترة الفترة في التعليقات وهو ليش ما اضيف تختيم الالعاب لمحتوى القناة فالسبب بكل بساطة يرجع لموضوع الوقت وايضا لانه مقاطع التختيم منتشرة وشخصيا ما اشوف اني اقدر اقدمها بشكل مختلف يميزني عن غيري فيها فبالتالي افضل اني اركز على محتوى اخر واني اكتفي بتجارب يكون فيها انطبعات اولية الان ما انشر المراجعات المفصلة ومع الكلام عن المراجعات حب اجاوب على التساؤل حول المعايير اللي اتبعها لما اراجع اي لعبة فبالنسبة لي المعايير عبارة عن مثلث الجزء الاكبر والاهم فيها هو طريقة اللعب وهل قدمت تجربة ممتعة ومتنوعة بعدها اشوف القصة والشخصيات وكيف تم تقديمهم وهل ارتبط فيهم وفي الاحداث وفي اللي بيحصل ولا لا واخيرا اروح للرسومات والغرافيكس واشوف ايش اللي كان مميز فيها سواء ان كانت رسومات تعتمد على الواقعية او رسومات فيها توجه فني خاص وبناء على اجوبة هذه الاسئلة اقدر احدد تقييمي للتجربة وبما انه الكلام عن المراجعات فللتوضيح هل الالعاب اخذها من الشركات او اشتريها بشكل شخصي فتقريبا لحد الان وبنسبة 90% تقريبا من الالعاب اللي راجعتها على القناة فاشتريتها بشكل شخصي لكن في الفترة الاخيرة ومع توسع بلاير 1 صارت بعض الشركات ترسل لنسخ المراجعة مثل يوبي سوفت الشرق الاوسط مشكورين على تعاونهم او حتى لعبة ستوديو امبر لاب كينا فايضا تم ارسالها من المطور وعشان اكون واضح وعشان الشفافية معاكم فاي فيديو مراجعة على قناة بلاير 1 يكون تم تقديم الكود الخاص فيه باللعبة من الناشر او المطور فرح يتم ذكر هذا الشي في المقدمة اما ان الطريقة اللي اشتغل فيها عادة على النصوص للفيديوهات فالموضوع مثل ما ذكرت يختلف بحسب الفيديو فمثلا فيديو الاخبار الاسبوعي اول شي اجمع الاخبار واشوف عنوينها واشوف ايش من هذه الاخبار له علاقة بعض بعدين يبدأ التكسيم ثم الكتابة اما لو كان الموضوع قصة لعبة او تاريخ استوديو فالمرحلة الاولى هي البحث وجمع معلومات صحيحة وموثوقة وبمصادرها بعدين اختار ايش المعلومات اللي ضروري انها تكون موجودة في الفيديو وايش الاشياء اللي ممكن تكون مملة وممكن استغني عنها واخيرا احاول ارتبها بشكل يكون ممتع وسلس للمتابع اشوف بكذا يكفي كلام عن بلاير 1 وعن القناة وخلونا نروح للالعاب ونجاوب على كم سؤال بشكل متتالي ايش اول لعبة لعبتها في حياتك فحسب ذاكرتي السوبر ماريو على جهاز العائلة كان الشخصية الاولى اللي قدمتني العالم الالعاب لكن الفترة اللي اقدر اقول انها محفورة في الذاكرة هي فترة البلاي ستيشن 1 لانها كانت فترة تحول الالعاب من الثنائير ثلاثية الابعاد وكانت تعتبر بداية عصر جديد من الالعاب وبداية الثلاثة الاسطورية واللي على سيرتها خليني اجاوب على السؤال الصعب صراحة وهو ايش هي افضل ثلاثة العاب بالنسبة لها لكن دم لازم احدد فممكن اني اقول سلسلة متل جير وخصوصا الجزء الاول سلسلة ريزينت ايفل وخصوصا الجزء الثاني اما عن هل افضل العاب القصة لللاعب الواحد اكثر من العاب الانلاين فاتوقع اي متابع للقناة من فترة يقدر يجاوب على هذا السؤال وانه نعم بالنسبة لها اجمل ما في الالعاب هي انك تعيش جو تجربة لحالك في عالم خيالي وعادة العاب الانلاين بالنسبة لية تكون للفترات القصيرة او انا بستنى لعبة قصة وتختيم ابغى لعبها وفي جواب على السؤال له علاقة بموضوع العاب اللاعب الواحد وانه هل رح تنقرض العاب القصة والحصريات في المستقبل فشخصيا اتوقع انه العكس هو اللي رح يحصل والعاب القصة رح تزيد عمق وتنوع ابداع والدليل انه حتى شركة اي اي الشركة اللي كانت تتوقع انه العاب اللاعب الواحد رح تنقرض فغيرت نظرتها تماما والسبب هو المبيعات العالية لالعاب اللاعب الواحد اللي ما فيها اي اونلاين وحتى موضوع الحصريات فاشوف انها بتستمر بكونها جانب مهم من الالعاب ومن اي مجال ترفيهي اما عن ايش افضل شخصية وافضل قصة في الالعاب فجواب سؤال افضل شخصية في الالعاب بالنسبة لية رح اخلي دعاية لفيديو افضل خمسة شخصيات تمثلين في صناعة الالعاب واللي اذا شفتوا رح تلاقي الجواب اما من ناحية افضل القصص فبالنسبة لي قصص Red Dead Redemption الاول والثاني God of War 2018 و The Last of Us اشوفها من اعمق واقوى القصص في الالعاب اما عن رأيي في سنة 2021 من ناحية الالعاب اللي صدرت فيها فبالنسبة لي اشوف انه بعد اللي حصل من حظر وعمل عن بعد في 2020 وجزء من 2021 وتأثر كل المطورين والشركات باللي حصل فشخصيا جدا راضي على اصدارات 2021 وشاكر المطورين انهم قدروا يقدموا كل هذه التجارب في هذه السنة الصعبة لاني فاهم قدي ايش عملية تطوير لعبة صعبة ومؤقدة جدا حتى ان كانت لعبة بسيطة او لعبة اندي فما بالك بالعاب تريبل اي بالتالي انهم قدروا يعطورك كل هذه التجارب الجديدة بالرغم من كل الظروف اللي حصلت اشوفه شي جدا ممتاز واللي ايضا من ايجابياته رح يخلي سنة 2022 سنة جدا نارية واللي عن اكثر لعبة متحمس عليها في هذه السنة المنتظرة فبصراحة هذا السؤال صعب لانه كل التأجيلات اللي حصلت بسبب الظروف اللي ذكرتها رح تخليها السنة لا تنسى لكن اذا لازم حدد لعبة فقودوفور راغنروك واستكمال رحلة كريتوس واتريوس فهي التجربة اللي فعلا ابغى اخوضها في اقرب وقت ممكن عشان ابغى اعرف ايش هيصير في نهاية ملحمة النورس لكن طبعا ايضا ايضا ايلدن رينغ هورايزن ستار فيلد ودايينغ لايت 2 كلها تجارب جدا الحماس عالي عليها اما عن اكثر لعبة ادمنت عليها وليش ما سوي بثوث على تويتش فاتوقع انه بالنسبة لي اكثر لعبة قضيت فيها ساعات جدا جدا كثيرة كانت مع الجزء الاول من call of duty black ops واللي حتى اليوم اشوفه امتع جزء في السلسلة اما عن ليش ما اعمل بثوث فهو نفس سبب التختيم هو بسبب الوقت اللي يحتاجه الموضوع بالاضافة لانه بصراحة وعشان اكون واضح معاكم فوقت اللعب النسبة ليه هو عاتن وقت خاص احب اني اغوص فيه في تجربة او مغامرة وانقطع عن العالم لحد ما اما اخر سؤال حاب اجاوب عليه فبصراحة سؤال جميل وهو ليش كانت الالعاب زمان ممتعة اكثر والحين صار صعب اللاعب انه يرضى ويستمته فشخصيا اتوقع انه الانسان بطبعه دايما يحل الماضي وللذكريات واحيانا حتى يذكرها بشكل اجمل من الواقع هذا غير انه زمان الالعاب كانت وسط جديد لحد ما فبالتالي اي شي جديد علينا كان بيبهرنا مثل مشاهد السينمائية في متل غير او الرعب في ريسينت ايفل او الحرية في الجزء الثالث من جي تي اي ومع التطور وكثرة الالعاب فبدأ يصير فيه تكرار في الافكار وقلت الالعاب اللي تقدم شيء ابداعي واصلي خصوصا انه مع ازدياد تكلفة التطوير فصارت اغلب الشركات تفضل انها تقدم شيء مضمون في وصفه معروفة افضل من انها تخاطر بشيء جديد لكن من حسن الحظ انه ما زال فيه ايضا شركات وستوديوهات ومع كل عنوان جديد يحاولوا انهم يقدموا افكار جديدة وابداعية تخلينا دايما نتذكر احنا ليش نحب الالعاب اصلا وليش دخلنا في هذا العالم اتمنى اكون من خلال هذه العشرين سؤال تقريبا قدرت اجاوب على بعض ثساؤلاتكم على قناة بلاير ون وعن رأيي الشخصي في الاسئلة لتخص الالعاب واعتذر مرة ثانية من اي شخص ما جاوبت على سؤاله لكن مثل ما ذكرت حاولت انوع على قد ما اقدر وباذن الله مع فيديو الميت الف نسوي فيديو اخر اسئلة وجوبة اذا اعجبكم الموضوع وكالعادة شكرا على المشاهدة